حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا الوليد بن مسلمين قال حدثنا الأوزاعي عن عبد الله بن فيروز الديلمي عن أبيه أنهم أسلموا وكان في من أسلم فبعثوا وفدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعتهم وإسلامهم فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم فقالوا يا رسول الله نحن من قد عرفت وجئنا من حيث قد علمت وأسلمنا فمن ولينا قال الله ورسوله قال حسبنا رضينا حدثنا هيثم بن خارج تحدثنا ضمرة عن يحيى بن أبي عمر الشيباني عن أبن فيروز الديلمي عن أبيه قال هيثم مرة عن عبد الله بن فيروز عن أبيه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليك نحن من قد علمت وجئنا من حيث قد علمت فمن ولينا قال الله ورسوله حدثنا هيثم بن خارج تأخبرنا ضمرة عن يحيى بن أبي عمر وعن أبن فيروز الديلمي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينقضن الإسلام عروة عروة كما ينقض الحبل قوة قوة حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا أبن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني عن أضحك ابن فيروز أن أباه فيروز أدركه الإسلام وتحته أختاني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلق أيه ما شئت وقال يحيى مرة حدثنا أبن لهيعة عن وهب بن عبد الله المعافري عن أضحك ابن فيروز عن أبيه أنه أدرك الإسلام حان موسى بن داود قال حدثنا أبن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني عن أضحك ابن فيروز عن أبيه قال أسلمت وعندي إمرأتاني أختاني فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق أحداهما حدثنا أبو المغيرة حدثنا عياش بن عياش يعني إسماعيل حدثني يحيى يعني ابن أبي عمر الشيبانية عن عبد الله بن الديلمي عن أبيه فيروز قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أصحاب أعناب وكرمين وقد نزل تحريم الخمر فما نصنع بها قال تتخذونه زبيبا قال فنصنع بالزبيب ماذا قال تنقعونه على غدائكم وتشربونه على عشائكم وتنقعونه على عشائكم وتشربونه على غدائكم قال قلت يا رسول الله نحن من قد علمت ونحن نزول بين ظهران أيمن قد علمت فمن ولينا قال الله ورسوله قال قلت حسبي يا رسول الله أخسبي